منفصل قتل خمسة من عناصر الشرطة في هجوم شنه مصلحون بمسدسة كاتمة في مفرق الحي الصناعي جنوبي كاركوك التفاصيل أوفا في تقرير سوران داودي خمسة من عناصر الشرطة لخوحتهم صباح اليوم الأحد بأسلحة كاتمة للصوت على يد مجموعة مسلحة في منطقة الحي الصناعي جنوب كاركوك ذو القتلى قالوا أن استهدافهم يأتي لأسباب طائفية مشيرين أنهم من التركمان الشيعة وأن أحد الضحايا قتل أثنان من أشقائي على يد جماعة إرهابية قبل فترة مشيرين إلى أن الضحايا كانوا يحرسون جسرا قيدا للهنفير على الطريق الرئيس بين كاركوك وبغداد أخوتي كان هم شرطة مفوض بالمركز تازا هذا عبو ناصفة طاق عليه وابني راح للزيارة طريق بالعربعية طريق العظيم كتله وهذا هنا على رأس روسهم خمسة بالرأس أولا جايب بالكاتم ضاربهم الحرس واقف على الباب وطبع لهم خمسة قاتل الكثير من ذوي الضحايا أكدوا أن الواجب الحقيقي لهم كان حماية ناحية تازا إلى أن الشرطة قامت بتكليفهم بالواجب خارج الناحية حيث أربعة منهم من أبناء تازا والخامس من قرية بشير تقريبا هي حدود ناحية تازا بس مفروض إحنا عندنا حالية ملاك قليلة مفروض يعني يزودون بالعدد بعدد ملاك الشرطة حتى نقدر نحمي منطقتنا وبعدين إلى متى نبقى يعني نضحي يعني تازا مو هذا أول مرة نضحي بها يعني شم عدة مرات إحنا نضحي بالشرطة والأهالي أيضا نحن بسدده الآن ليلة أمس خمسة من أبناء هذه المنطقة وهم من التركمان الشيع المظلومين استهدفوا من قبل تنظيمات القاعدة الإرهابية التي لا نعرف من أين أتت وشنو مغزى هذه القضايا وإلى متى وإلى متى وإلى أين نصير إلى أين نصير لا نعرف إلى أين نصير شنو مصيرنا سياسيون تركمان أشاروا إلى أن هناك حملة طائفية شرسة تستهدف مكوينهم معلنين أهمية النقطة التي كانت ضحايا الخمسة يقومون بحمايتها وضرورة أن تقوم قوات مشتركة من الشرطة والجيش والبشمرقة بحمايتها نتخذ قرار بصددها وهو منع التجوال في الليل بعد الساعة الثانية عشر منع التجوال لغاية السادسة صباحا هذا أصبح أمر محتوم الآن في محافظة كاركوك قوة مشكلة من عدة قوات الشرطة، استخبارات، جيش، بيشمرقة، آسائش تشكيل قوة من هذه المكونات وتسليم هذه المنطقة بذات هذا مفترق طريق لأنه مسألة حماية هذه المنطقة فوق طاقة الشرطة في ناحية هذا خرمات هناك تخوف واضح في نفوس أهالي المنطقة من إعادة صورة ما تحدث من أمور إرهابية في توش خرماتو وفي سليمان باك في المناطق المحيطة بكاركوك ولا سيما ناحية تازة أو بشير أو مناطق معينة في كاركوك سران داودي الحرة كاركوك